موسيقى موسيقى تمثل مراكز الرعاية الصحية خط دفاع اول ضد المرض وسط الاحياء السكنية حيث يبلغ عدد تلك المراكز في المملكة اكثر من 1925 مركزا صحيا وعلى الرغم من اهمية الدور الذي تقوم به المراكز الصحية الحكومية في خدمة المرضى والمراجعين وتقديم التوعية للجميع وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية الا ان هذه المراكز لم تقم بدورها المطلوب وما زالت تعاني بسبب ضعف الخدمات المقدمة وغياب التطوير وعدم وجود الاطباء المتخصصين والامكانات الطبية اللازمة مثل المختبرات واجهزة الاشعة والمعدات الطبية الاخرى وذلك ما دفع الكثير من المراجعين الى العزوف عن مراجعة هذه المراكز والتوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة حيث قامت وزارة الصحة بخطوة تسعى من خلالها لجعل المراكز الصحية اكثر فاعلية وخدمة للمجتمع وذلك من خلال تسليم تلك المراكز للقطاع الخاص ولا شك ان هذه الخطوة اتت للدور المهم في توفير خدمات الرعاية الصحية الاولية ومشروع طبيب الاسرة في المناطق والمحافظات فيما تمثل المباني المستأجرة للمراكز الصحية واحدا وثمانين بالمئة تقريبا حيث مضى على استئجار معظمها اكثر من خمسة عشر عاما ووصلت الحالة الانشائية والنظافة الى درجة غير مقبولة من السوء كما ذكر البعض ان من اكثر المشاكل التي يواجهونها في المراكز الصحية هي نقص الدواء والكوادر الطبية وبعض التخصصات متأملين في ان تتطور تلك المراكز وتقدم لهم الخدمات والتوعية التي يحتاجونها ويبقى السؤال هل المراكز الصحية ستقدم الدور المأمولة منها بعد هذا التحول مثل ما ذكرت لكم مشاهدين الأعزاء صوت المواطنة اليوم يتحدث عن المراكز الصحية في الأحياء معي طبعا الكاتب الصحفي للتعليق على هذا الموضوع نتكلم عن المراكز الصحية في الأحياء الآن نحن شفنا وزارة الصحية مشكورة حقيقة تقوم بجهود جيدة فيما يتعلق المراكز الصحية البعض المراكز أغلقت وسيتم إعادة ترميمها وتأهيلها حتى يتم استخدامها بشكل الأمثل ولكن برضو سمعنا جانب آخر بأنه الخصخصة قريبة سمعنا جوانب أخرى بأن المراكز الصحية ستتحول إلى ما يقارب المستشفى ولن يكون مستشفى وإنما مستوصف في خدمات أوسع وأكثر هذا الكلام كله سمعنا وكان بيودنا أن الأستاذ مشاعر أربعان يكون معنا ونحن لازلنا متواصلين معه وإن شاء الله يشاركنا عبر الهاتف بس أنت الآن وش رأيك في الخدمات المقدمة سيد عبد الرحمن من المراكز الصحية تحديدا طبعا مثلا أنا أتكلم عن نفسي أنا أنا أذكر آخر مرة زرت مركز صحي قبل تقريبا 15 سنة بعدها ما أعرف أنه زرت مركز صحي تماما حالي أجل أسألك داما هذا التجربة الشخصية 15 سنة ليه؟ ما فيها أي خدمات ما فيها أي شيء يعني أنا الآن والله لا أخفيك المركز الصحي في الحي اللي أنا ساكن فيه والله ما أعرف مكانه أنا ساكن الآن في حي تقريبا ليه 12 سنة 12 سنة والله ما أعرف وين موقع المركز الصحي عموما يعني أيش السبب؟ طبعا فيه خبر نزل قبل عام 2014 قبل تقريبا ثلاث سنوات الخبر هذا يقول أنه سيتم خسخصات المراكز الصحية خلال عامين وتحويلها المستشفيات هذا الكلام من ثلاث سنوات ثلاث سنوات خلال عامين طبعا ما صار شيء إلى الآن طبعا الخبر اللي نزل الآن أنه والله سيتم تحويل المراكز الصحية إلى المستشفيات طبعا المستشفيات أنا يعني فهذه ما أدري أنا أشوف أنه وضع المستشفيات الحكومية شوية صعب فيه نقص في الأدوية نقص في التطعيمات أنت الآن لما بتحول المراكز الصحية وحتخليها برضو للمستشفيات هذا بيكون فيه عبق كبير عليها صح حتى الآن أغلب المراكز الصحية ما تلقى فيها لطبيب واحد المراكز الصحية حاليا ما فيه لطبيب أنت الآن بتروح وتعالج ما عندك لطبيب عام أي مشكلة عندك ما فيه لطبيب عام تجي تطعيمات التطعيمات الأساسية التطعيمات المهمة ما هي موجودة تجي مثلا أي خدمات ما هي موجودة نفس المباني البنية نفسها ما هي موجودة اللي أتمنى بصراحة موزارة صحة أنه إذا كان كما ذكرت يا سهل عزام أنه بيتم تحويلها القطاع الخاص أن لا تؤخذ على أساس أنها مشروع تجاري أنا أسمح لي أسألك دائما الخصخصة يعني مش دائما ترى هي فكرة جيدة صحيح مش في كل القطاعات يعني تحتاج إلى بعض الحين تحتاج إلى دراسة يعني ولنا في عدة جهات حقيقة الآن حكومية تقوم بالدراسة متأنية دقيقة وأنا أؤمن حتى أن وزارة الصحة الآن تقوم بدراسة عدد من خصخصة عدد من المصفحات وما لذلك لكن هل الخصخصة هي الحل لتطوير المراكز الصحية ولا راح تتحول إلى بزنس وتجارة وتقوم العملية على الربح المادي فقط لا أنا أعتقد أنه إذا حولت للقطاع الخاص أنا متأكد بنسبة 90% أنها بتحول إلى بزنس وتجارة الآن نحن نشاهد وضع المستوصفات الخاصة يعني أقدر أقول لك الأغلب الأغلب الآن لما تجي لأي مستشفى أو مستوصف خاص تجي تشكو من ألم بسيط إشاعة تحاليل ما أدري إيش وكله يمكن أنت ما تحتاجها أصلا يمكن تطلع فاتورة ما يقارب الألف ريال على إيش على الأشي بإمكان الطبيب أنه يكتب لك أي علاج وخلاص وأنت الموضوع لكن اللي ساير الأهل لا هي بزنس ولو حخصصتها بتكون بزنس الحل الحل حقيقة أنا أتمنى أن وزارة الصحة أنها تنشئ إدارة خاصة أو وكالة خاصة أو هيئة خاصة للمراكز الصحية يعني المراكز الصحية أنت تتكلم عن كم تعرف كم عددهم من كيستاذ عزام ما يقارب الثلاثالاف ثلاثالاف مركز ثلاثالاف مركز صحي يعمل فيها حاليا ما يقارب أو أكثر من خمسة وخمسين ألف شخص ما بين طبعا استقبال نعم بجميع تخصاتهم طيب هذه تستحق مننا حقيقة أن ننشئ لها مثلا هيئة خاصة ننشئ لها مثلا مركز خاص ننشئ لها مثلا إدارة كاملة مستقلة تتابع وتراعي ليش طيب إحنا مثلا نهتم في المراكز الصحية المراكز الصحية سيد عزام هي خط المواجهة الأول لجميع الأمراض أنت من خلال المراكز الصحية بإذن الله تستطيع أن توفر مليارات تستطيع أن توفر مئات الملايين الآن أنا لما والله قبل ما أروح المستشفى يصير عندي والله لازم قبل أن أطلع عليه المستشفى عندي تحويل مركز الصحي المركز الصحي يصير عندي أنا ملف خاص في المركز الصحي أنا أجي أشوف من خلال المراكز الصحية نستطيع اكتشاف الأمراض حتى تقريبا الاكتشاف الباكر هذا أنا أقول الاكتشاف المبكر للأمراض نستطيع من خلال المراكز الصحية أي امرأة أي رجل أي صغير أي كبير اللي يكون إذا كان عنده مشاكل إذا والله وصلت إلى مرحلة يرون أنه والله ما نستطيع التعامل معها من هنا أنا أستطيع نحول المستشفى في شيء مهم يا أستاذ عزام هذا اللي أنا أتمنى من خلال المراكز الصحية ليش ما تفعل أو تنشئ طوارئ في المراكز الصحية أنا الآن أي واحد عنده مشكلة يروح المستشفى لما تروح للطوارئ تجي تلقاها مزدحمة تجي تلقى قدامك أربعين خمسين واحد ثلاثين واحد ليش ما تفعل مراكز الطوارئ الطوارئ وخليها لا تفعلها بشكل كبير لا خليها على الأقل في طبيب عام ممكن مثلا يعطي العلاجات البسيطة مثلا اتفاع حرارة مثلا التهابات البسيطة هذه ممكن تعالج من خلال المراكز الصحية أو يحول نعم يحول فيما بعد لكن أنا أستطيع من خلال المركز الصحي إذا والله فعلت الطوارئ في المراكز الصحية وأنا هذه أتمنىها بصراحة ونحن نطالب من خلال برنامج كل جميل هذا أنه لابد أن يتم تفعيل الطوارئ في المراكز الصحية هذا والله هذا اقتراح جيد صراحة خاصة أنه في اكتشاف مبكر ما يساعد في شكل كبير جدا من أيضا أيضا يستاذ عم أستاذ عزام أنا أتمنى أن يتم برضو يعني تطوير المراكز الصحية لزيادة مثلا الحالات الإسعافية البسيطة الحروق الكسور يعني لو تروح لأي مركز الصحي لا تلقى في الأمور هذه أبدا العمليات البسيطة مثلا عمليات بسيطة ممكن تقام مثلا من خلال المراكز الصحية لابد هذه أن تطور في أيضا موضوع مهم على عجالة لأننا ما بقلل ثلاثين ثانية نعم في موضوع مهم الآن في قرار صدر من وزارة التعليم تحويل أو إلغاء الوحدة الصحية المدرسية إلى المراكز الصحية أنت كيف تلغي الوحدة الصحية والمراكز الصحية أساسا تعبانا هذه نقطة مهمة جدا أنا أشكرك أستاذ عبد الرحمن على المشاركة معنا اليوم دائما حقيقة تدري الحلم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك العافية